السلام عليكم ان شاء الله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بيكون معايا في فيديو جديد اللي هو عبارة عن اللوبيا البيضاء ولا الفاصولية البيضاء خليكم معايا باش تعرفوا على جميع المقادير والأسرار باش تنجح معاكم هاد الوصفة وهي غدي نقدمها لكم على الطريقة المغربية وبكل البساطة اللي كيعرفها كل واحد غي كل واحد كيفاش كي طيبها هنا كناخدوا واحد الكيمية ديال اللوبيا اللي كنرطبوها ليلة كاملة يعني في الماء من الاحسن انها تبات ليلة كاملة انا هنا غدي نطيبها في الكوكوت يعني بالنسبة الكمية كتبقى على حساب عدد الاشخاص ديال الاسرة وعلى حساب كل واحد انا هنا ارتبت زلافة كبيرة شوية متوسطة ليلة كاملة في الماء من بعد ما غسلتها مزيان وصفيتها غدي نضيف عليها الشرمولة مباشرة كنزيد عليها واحد البصيلة مشلدة كنزيد عليها واحد الخمسة ديالتهم كما كتشوفو هنا واحد جوجته ما تخليتهم يعني صينين هكك والاخرين حكيتهم في الحكاكة من بعد كنزيد واحد المعلقة كبيرة خالط ما بين القصبر والمعدنوس والاحتل المعلقة ونص او لا جوج معالق ومن بعد كنزيد شوية ديال الملحة اللي كتبقى على حساب دوق ديال كل واحد ومباشرة نضيف هنا معكم العطرية كنزيد مع القصغيرة ديال الخرقوم مع القصغيرة ديال السكينجبير كنزيد مع القصغيرة ديال شوية ديال البزار إلا كي يجيكم البزار حار ما تكتروش منه هنا كي اعتها واحد المادة قزوين يعني كتجي شوية بحلم حارة شي شوية كنزيد هنا واحد المعلقة صغيرة ديالت حميرة نزيد محسيم ثم güç شوية ديال الكامون يعني ربع مع القد الكمون وهنا قصبر حبوب ضروري لانك Muse يعطيها واحد المادة قزوين وهنا كنزيد ثمن واحد الكاس صغيرة ديال الزيت البلدية كي ما كتشوفو كيفcoat ثم نضيف الماء الكافي نضيف الماء كمية كبيرة ثم نضيف الماء كبيرة ثم نضيف الماء كبيرة ثم نضيف الماء كوكا ثم نضيف الماء كبيرة ثم نضيف الماء كبيرة ثم نضيف الماء كبيرة ثم نضيف الماء كبيرة كما تشوفو هذه اللوبيا نقدموها على هات الشكل نرشوها بشوية ديال القصبر والمعدنوس اللي كيعطيها واحد المعداق وكاتجي خاطرة والمرقة ديالها كاتجي فغيمو اعاقدة وبنينها في نفس الوقت نتمنى الوصفة ديال هات النهار تنال الإعجاب ديالكم وإلى عجباتكم متبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وبالإعجاب لهاد الوصفة وما قلع إلا نقولكم إلى اللقاء وإلى وصفة أخرى إن شاء الله